ما تزال السلطة في البحرين تنفذ حملات اعتقال واسعة بحق الحقوقيين والنشاطة السلميين وتحول الأجهزة الأمنية بين الفترة والأخرى أن تقوم بتصفية كل أشكال المعارضة السياسية والمدنية بالبحرين من خلال سجن الرموز السياسية والنشطين وإخماد الصوت الحر جمعيات حقوقية في البحرين أكدت أن تزايد أعداد المعتقلين يعكس عزلة النظام يأتي ذلك فيما وصلت السلطته في المنامة سيناريو اعتقال الأبرياء حيث اعتقلت السلطة الأمنية في اليومين الماضيين كل من كميل باسل قطان أحمد محمد بسيرة عباس محمد جعفر الزاكي حسين عبدالله الزاكي محمد عبد الحسين عيد وغيرهم من النشطاء وبحسب تقارير المنظمات الحقوقية فإن جهة احتجاز السياسيين باتت مجهولة منذ أن أصدر ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن صلاحيات الاعتقال والتحقيق من جانب آخر طلبت جمعية الوفاق الوطني بدلولة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ومن بينهم النائب البرامني السابق أسامة تميمي وأكدت الوفاق أن اعتقال تميمي يكشف عن وضع السياسي المأزوم الذي يحاصر البحرين ويحولها إلى سجن كبير لكل أصحاب الرأي والنشطاء والنواب الذين اتخذوا مواقف فيها محسبة وأشددت الوفاق على أن ترك النظام في البحرين دون محسبة أو مراقبة والابتعاد عن إدانته ومتابعت كل ما يصدر منه من جرائم وانتهاكات هو الذي سهم في الفلتان والاندفاع في ارتكاب المزيد من الأخطاء وأحكام القبض القمعية على كل مفاصل الحياة في البحرين ونبهت إلى أن سبب اعتقال النائب التميمي غير معروف حتى هذه اللحظة ولكن الكيدية والملاحقة الأمنية تؤكد أن الاعتقال له خلفيات تتعلق بمعاقبة المعارضين وأصحاب الرأي الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر